لقد كان هدف أردغان هو السيطرة على القوات المسلحة وإعادة هيكلتها لصالحه ثم أطلق حملته ضد الخدمة وعزم على التخلص من المتعاطفين مع أفكارها إن الدستورة التركية الحالية لا يصلح لإدارة مجتمع مثل المجتمع التركي الذي يشتمل على أطياف وقوميات متنوعة فبلادنا تشتمل على قوميات مختلفة من أتراك وأكراد وشركس ولاظ وعلويين وأطياف متعددة من مسلمين وربوبيين وملحدين وكماليين وغير ذلك لا يمكن حمل أفراد مثل هذه المجتمعات التعددية على رأي واحد بل يجب احترام مشاعر الجميع لأن ما تنتظره من الآخرين ينتظرونه منك أيضا وعليك أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك جيش ضعيف موال له خير من قوي يواجه ونون السلطة ووهم السلطان ويحمي تركيا من الضياع شعار رفعه رجب طيب أردغان منذ سيطرته على سدة الحكم في تركيا عام 2014 فالسيطرة على حام حمل علمانية كان هدفا لأردغان من أجل إزالة احتمالية وقوف الجيش يوما حائلا أمام أطماعه في أسلمة الدولة ودستورها ومؤسساتها دون الاعتبار لتنوع أطياف ومكونات المجتمع التركي الأجواء الصافية بين المؤسسة العسكرية التركية وأردغان في بداية حكمه لم تمتد كثيرا فدوافع السيطرة وغرائز بسط النفوذ عكرت الأجواء وأنهت العلاقة مبكرا حتى جاءت محاولة الانقلاب المزعومة لتكون مصيدة أردغان للخلاص من قادة الجيش وجميع معارضه فأغلق جميع الكليات الحربية والمدارس العسكرية وأسس جامعة الدفاع الوطنية التي تشرف على قبول طلبات الانتساب للجيش بعد إجراء امتحانات مكتوبة وشفاهية لهم للتأكد من ميولهم الدينية المطلوبة لاحقا لأسلمة المؤسسة العسكرية واعتقل ألافا من معارضيه بدعوة أنهم من أنصار الدعية التركي فتحالا جولن الذي كان أردغان نفسه يأخذ بنصائحه ويستشيره ولكن بغرض الانتهزية والتسلق حتى يتمكن من الوصول إلى الحكم كما استخدم أردغان قضية أرغنكون الشهيرة التي تهم فيها كبار الجنرالات ومئات ضباط والمثقفين ورجال الأعمال بالتقطيط الانقلاب على السلطة في تركيا من أجل إعادة تنظيم هيكل الجيش وتحقيق الأغلبية في المجلس العسكري لخدمة مصالحه وزاد من توطر العلاقة بين أردغان والجيش نزعة أردغان التوسعية وإقحمه الجيش في العديد من الأزمات ومنها الأزمة السورية ما تسبب في سلسلة من الاستقالات الجماعية لعدد من الجنرالات بينهم مسؤولون عن نقاط المراقبة في إدلب شمالية سوريا وذلك احتجاجا على قرارات أردغان بالترقيات والتعيينات الأخيرة في صفوف الجيش التي اعتبروها أنها لم تتخذ وفقا لمعيار الكفاءة أو الأقدمية ومن أجل زيادة نفوذه وتوسيع حكمه سلب أردغان الجيش لقب حارس إيدولوجية الدولة الرسبية خاصة من الجوانب العلمانية من أجل أن يخدم مصالحه ومصالح حزبه الإخواني الهوى العدالة والتنمية وتحقيق حلمه بإحياء أطلال السلطنة العثمانية الزائلة موسيقى